ازاي قدرنا ان احنا نحول قصر القصر ده كان معروف عنه وبيحكى عنه بانه من الاصور الاكثر غموضا الى تحفة فنية بتحكي تاريخ مصر الحديث هو في الحقيقة يعني هو في حد زياده اول من قنشئ كان تحفة فنية وبوز الجهد انه تم اختيار النمط المعماري لحظاتكم شايفينه فيه طبعا من خلال زوق معماري يعني في هذا الوقت زوق معماري على مستوى عالي سواء من صاحب الفكرة او سواء من المهندسين اللي كانوا قوامين على هذا العمل انما فترة الاهمال اللي هو تحدث عنها وفترة الهاج ان هو كونه مبدأ مهجور هي دي لي سببت المشكلة انه تم انتهاكه لفترات طويلة واستخدامه برضو الاغراض غريبة جدا انما هو في حد زياده لم يختفي كعنصر معماري فريد موجود في قلب القاهرة عنصر معماري انه هو بيحمل على اطراز الهندوسي ودي حاجة غريبة حاجة نادرة انه كانت تجدها في مدينة زي مدينة القاهرة الى جانب المقتنيات اللي موجودة بالفعل داخل حديقة القصر وهي مقتنيات سمينة جدا فيه بعد التماثيل النادرة تمثيل داود المنتصر وبعد التماثيل الخامية الجميلة اللي فيها اطراز الاوروبي حتى التكسيات الداخلية اللي موجودة في القصر فيها عناصر اوروبية لجانب العناصر الهندوسية فهو خليط خليط معماري وخليط زغروفي جميل جدا نتشرف انه موجود في مدينة زي المدينة مهمة جدا زي مدينة القاهرة اشتركوا في القناة